السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني الأصدقاء والأحبة والإخوة والأخوات في كل مكان وفي كل زمان نتمنى لكم حياة سعيدة هانئة إن شاء الله خاصة في ظل ما حاصر النبي الكورونا في سنتها أو في عامها الثاني فتمنى لكم كل سعادة وحب وطمأنينة حيث ما كنتم وأينما كنتم اليوم نتكلم عن موضوع يعتبر متخصص شوية وهذا ما أشار علي بي بعض الشباب قالوا لي أنت مش متخصص في الاقتصاد ليه بتتكلم في الاقتصاد قبل ما نبدأ في الموضوع ونتكلم معكم فيه نحن بنبص على نشكر أخونا الشاب علي الشوة في الإخراج الفني اللي هو بيعمله معايا كل أسبوع وننتقل إلى لماذا أنا بتكلم عن اقتصاد اقتصاد وطني مبني على سوق مفتوح وصناعات مجتمعية متوازية الشريحة الثانية الهدف من المحاضرة دي أنا مش بكلم على طلاصم يعني أنا بحاول أعمل محاضرة تبسط مفهوم كلمة الاقتصاد لكي تكون في متناول الجميع كي تكون في متناول الجميع والهدف من المحاضرة زي ما انت شايفين في الصورة أو زي ما انت شايفين في الشريحة هو لو انت ببصوا بالنسبة للزوم أرجوكم انك تخش على الزوم عشان تشوفوا كل الشرائح والصور وكذلك تشوفوا كل الكلام اللي احنا كابينه الهدف من هذه المحاضرة هو تبسيط فهم منظومة بناء الاقتصاد الوطني الاقتصاد الوطني لكي يصبح في متناول عامة الناس وهي لاست محاضرة أكاديمية لفئة تنظيرية معينة من المتخاصين هي محاضرة لعامة الناس خاصة من كثير من الشعوب خاصة عربية التي أرادت أن تحدث تغيير مجتمعي وثورات سوف يصبح لزامن عليها أنها تبني مجتمعها تبني اقتصادها من الصف مرة أخرى لزامن عليها الاتفاق على أيسر الطرق لبناء الاقتصاد الوطني للقاعدة القمة بما يحقق الاستقرار المجتمعي وازدياد أعداد الأياد العاملة في الوطن مهم جدا ازدياد أعداد الأياد العاملة في الوطن هذه المحاضرة لمن؟ للشباب اللي هم يدرسوا ومش عارفين المصطلحات بتاعة الاقتصاد ونظرياتها للمرأة في البيت اللي هي قاعدة ومش مدركة يعني إيه كلمة اقتصاد وكل يوم الأصعاب بتتغير للباقيعة المتجولين زي ما نشايفين في الصور والباقيعين المتجولين اللي مش عارفين يعرفوا بمعنى كلمة اقتصاد هذه المحاضرة حاولت تبسطها لكي تكون في مفهوم كل هؤلاء الناس اللي هم بيمستلوا ما لا يقل من ستين سبعين أو تمانين في المية من أبناء الوطن أنا وضعت بعض التعريفات البسيطة اللي بتخلي الشاب أو الشابة الغير متخصين أو تخلي المواطن الغير متخصص أو تخلي البائع الجوال أو المرأة نتبيع في السوق اللي هي غير متخصص أيضا لتفهم كلمة اقتصاد معناها إيه دون أن نخش في نظريات أكاديمية بحتة وآراء يعني لن يستطيع فهمها إيه المتخصصين ده كان الهدف وبعض التعريفات اللي أنا كتبتها أقول لكم عليها تعريف الاخصاد بالنسبة لي هو قدرة الفرد عن إنتاج بمعنى إيه بمعنى أنا عندي وظيفة معينة والوظيفة دي مدة سبع أو تمن أو عشر ساعات كل يوم هو بمقدار ما أنتج فيه داخل وظيفتي ممكن أنا بشتغل عشر ساعات في اليوم بإنتاجي عالي أو بشتغل لمدة ساعة من العشر ساعات في اليوم فده بيأثر من الاختصاد على الاقتصاد الوطني لأن الفرد اللي عامل داخل هذه المؤسسات غير منتج أو غير منتج دي نمرة واحدة يبقى قدرة الفرد على الإنتاج بينما اتنين حركة رأس المال بين فؤاد الشعب المختلف يعني قوة الشرائية المجتمع بنشتري هدوم بنشتري أحزية بنشتري طعام بنشتري أشياء كماليات بنخرج بنصرف فدورة القوة الشرائية دي أو رأس المال اللي بيلف بين فؤاد الشعب ده بيمثل تعريف أيضا للاقتصاد اللي احنا بنحاول نبنيه النقطة الثالثة في التعريف في عدد دورات رأس المال في الأسواق المحلية يعني احنا في الصورة اللي قبل كده هو انا وردت لكم الأسواق دي شايفينها دي أسواق محلية كلها نشوف لو احنا عندنا الناس اللي وقفين في السوق المحلي دولة وكان في السوق ده في حوالي 100 طولة أو 200 طولة أو 300 طولة وكل طولة رأس المالها حوالي 100 أو 200 دولار في اليوم فبالتالي يبقى ندرب عدد الطاولات في عدد الأموال بيطلع مثلا 30 ألف أو 40 ألف دولار ده الدورة اليومية للمال لكن لو المال ده خرج من السوق المحلي ده ودف على أسواق أخرى وعلى أماكن أخرى ممكن يدور دورة أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 في الأسبوع يبقى بالتالي الـ 40 ألف دولار ده الرأس المالي السوق اليومي ممكن يلف 4 أو 5 مرات فيتحول لأربع أو 5 دورات يبقى كأنه بيلف بمعدل حوالي 4 أو 5 دورات دول يبقى الـ 40 في 4 أو 40 في 5 والربح يتوزع على كل هذه الأماكن التي يدور فيها هذا المال لا يبقى الساكن في مكان واحد أو في سوق واحد هذه حركة مجتمعية أيضا يعني حركة بيقوم بها المجتمع كل مش فقط الناس المختصين بالاقتصاد لا أبدا العمال الحرفيين البائع الجائلين الشركات المصانع كل هذه الحركة ما بين الرضا والقبول الرضا والقبول من أبناء الشعب لما بيتمتعوا بثمار هذا الاقتصاد ونوضعت أيضا لكي يبسط الأمر ده أيضا كذلك للناس البسطاء هو دخل يعني مثلا كما أجي أسكال واحدة من النساء بتبيع مثلا خضار أو بتبيع شاي في سوق من الأسواق وأسألها تقول لي يعني اقتصادي يا ابني يعني ابنك لما يكون عنده دخل يعني يعني بيخش له راتب شهري تقول لي آه الحمد والله أو يكون لك ابنك تخرج عنده عمل سواء كان من السنوية العامة أو سنوية صناعية أو تجارية وعنده عمل يبقى زيكم الله يبقى أنا فهمت كده أو بيت لكل أسرة ما فيه أسرة عايزة تدور على بيت أو شقة تسكن فيها أو تحاول تشتريها ده بردك ايه بيعبر عن الاقتصاد أو فاصلي في المدرسة لكل طفل أو درس لكل طالب أو مستشفى لكل مريض كل هذه الخدمات لابد أنها تنعكس بناء على بناء الاقتصاد الوطني أو عاون لكل مقاعد لهم الناس لهم عندهم احتياجات خاصة عندهم احتياجات خاصة وعايزين نساعدهم أو أمن لكل مواطن يعني الإنسان آمن على نفسه من ناحية الأمنية اللي هي الأمنية الأمنية أو من ناحية اللي هو الأمن الاقتصادي أو الأمن الغذائي إلى آخر أو أمن الصحة إلى آخر أو سكن لكل نفس برتاحة نفسيا فتستطيع أنها تنتج وأنها تفكر في مستقبل البلد اللي بتشغل فيه وحلم لكل إنسان لكل روح مساعد لكل قلب وهدي لكل ضال ونور لكل أعمى وكذلك طرق لكل غاية ومستقبل لكل جيد ده تمام عشان نبسط الأمر بتاع كلمة اقتصاد لعامة الناس اللي أنا نتكلم عنهم وليست محاضرة متخصصة كما ياختقد البعض في بعض المشريع بتنفذها الحكومة أو الحكومات فتؤدي إلى ترجمة معنى اقتصاد إلى هذه المشريع من هذه المشريع اللي هي بتوفر الحكومة بتوفر دخل ثابت يوفر حياة كريمة لكل مواطن دي نمرة واحد وبتوفر خدمات اجتماعية في الصحة والتعليم والمواصلات وال وقتان يا ربي والطعام إلى آخير إلى آخير إلى آخير دي نمرة اتنين وبتوفر حماية لمقدرات الشعوب يعني الدولة الغنية والفقيرة عندها مقدرات وعندها طلوات فالدولة جزء من اقتصاد القلوب بتاعنا بتوفر حماية قوية لمثل هذه المقدرات زيادة عدل بتوفر زيادة عاجلة الانتاج دي كلها مؤشرات أيضا بتقول لنا الحكومة بتعمل ايه علشان ايه بتزود عجلة الانتاج على عجلة ايه المصروفات بتاعة الدولة ففي دايما احتياط استراتيجي داخل الدولة بتزود القوة اشرائية لان لو الناس معاها فلوس ومرتاحة نفسيا واطمئنة وعندها امن وامان ستستطيع انها تشتري اشياء كثيرة تتزود القوة الشرائية للوطن نقطة الاخيرة تزود قوة الصدر وستطعنا ان يكون منتجنا على كفاءة عالية نستطيع يكون الصدرات اللي خارجة من الوطن من المنتجات بتاعتنا اعلى من الوردات فده بيحقلنا احتياط استراتيجي ايضا فيما بعد ده بالنسبة لتعريف الاقتصاد وبعد مفاهيم الاقتصاد الوطني اللي احنا نتكلم عنه لان كتير جدا في المنطقة العربية من الشعوب خرجة من محاولة لعمل تغيير مجتمعي ايجابي فلابد بعد الحروب وبعد المصادمات وبعد وكل هذه الاشياء ان نبني مجتمعناتنا من الصفر مرة اخرى قبل ما نخش في كيف نبني الاقتصاد احنا فيه من بعض المحرمات اللي انا هتكلم عنها ولابد انتو تدركوها ادراك كامل اول حاجة لا لاقتراض خاصة من جهتين برقساتين عالمياتين موجودين في واشنطن واحدة اسمها البنك الدولي والتانية اسمها صندوق النقاد الدولي دول ادسسوا بعد الحرب العالمية التانية في 1944 45 وانشئوا لكي يحفظوا على سياسة الاقتصاد والحركة التجاه في العالم من وجهة النظر ومصدحة الدول العزمة والكبرى يعني في حرب العالمية الاولى اللي انتهت في 1918 انتهت بتقسيم اللي هو الدول اللي هي ارث الدول العثمانية ما بين الامبراطورياتين وعزمتين فرنسا وبريطانيا بعد الحرب العالمية التانية تحول هذا القطب من بريطانيا وفرنسا الى القطب الامريكي فاصبح في امريكا ثلاث مؤسسات رئيسية تتحكم في مصار الدول في العالم وهي الاول المتحدة نمر واحد وبها النظام اللي هو الحق النقد اللي هو في مجلس الامن وبنك الدولي نمر اثنين دولا موجود في واشنطن واللي هو لابد ان يكون رئيسه امريكي واللي هو التالت اللي هو صندوق النقى الدولي وبرضا في واشنطن موجود وفي الغالب لابد يكون رئيسه اوروبي بالنسبة للبنك الدولي خلال 75 سنة الماضية 15 او 16 رئيس امريكي للبنك معروفة وكأنها مؤسسة امريكية وليس مؤسسة دولية اما بالنسبة لو صندوق النقل الدولي فمفروض الدول الاوروبية تتداول السلطة في قيادتها فكان حز فرنسا خمس دورات وكان حز امريكا ثلاث دورات وكان حز السويد دورتين الى اخرى وده في خلال 12 او 13 دولة من عام 1947 الى يومين هذا وفقوا في الصندوق النقل الدولي من حق امريكا عندها وردك حق النقل اللي هو الفيتو مرة اخرى يبقى نحن نتكلم عن قوة الهيمنة العزمة للدولة الامريكية على الاقتصاد سواء من حكاية اللي هو الصندوق النقل الدولي او حتى من البنك الدولي او حتى حق الفيتو اللي هو بيعطى لدول مجلس الامن لأحد هذه الدول مثلا نتكلم ليه انا بقول لا داعي اننا ناخد قروض من البنك الدولي ومصندوق النقل الدول ده اول اول محرم بالنسبة لنحنا خاصة نكون احنا خارجين من مصادمات وحروب ساكن في اليمن او في سوريا او في ليبيا او بعض الدول اللي بتتعافى برضك زي مصر وزي السودان وهو الاخره يعني حرام اننا ناخد قروب من هذه المؤسسات نمرة اثنين ده اللي تبعت العملات الورقية او سك العملات المعدنية بدون وجود رصيد كافي من الدهب لتغطية قيمة هذه العملات او رصيد احتياطي من النقد الاجنبي او تكون سلع وخدمات انتجتها تم انتجها حقيقة في المجتمع يعني لابد يكون عندك اما سلع موجودة تقدر المليارات انت بتنتجها من داخل المجتمع او احتياطي من الدهب او احتياطي من العمرات اللي هي الاجنبية نكالة تحول العملات والسقوق دي المعدنية الى مجرد اوراق ومعادن تتداول ولاس لها قيمة زي ما احنا شايفين في كثير من الدول دلوقتي انهم بيعيدوا تباعة تباعة ان العملات الورقية مرة اخرى وتانية وتالتة اللحمة ورق اللحمة يعني انا لما كنت في العراق في عام 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 كنا مش عارفين نشيل كمية الاموال البنك نوات لما بنصرفها من البنك عشان نشتير الاضاحي مش عارفين نشيلها الا في الاكياس السوداء بتاعت الزبال انا بعمشين كيس واثنين وثلاثة فيهم الاموال دي كلها لانا كانت قيمة الدينار العراقي ليس ورئيسي يعني الحكومة ما ببصش على الانتاجية المجتمع لكن بتبص على فرض درائب باهزة على المواطنين في كل شيء 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 لانا الحكومة لايست منتجة او لا تساعل المجتمع وتجعل المجتمع قادر على الانتاج الكبير الرابعة او اللا المحرم الرابعة التضيق العسكري والامني في بعض الدول تحكمها دوائر امنية وعسكرية لا تسمح على الاطلاق بوجود مجتمع مدني او بوجود مساحة من الحريات المدنية هناك وده ايضا منتهى الخطورة في اربع محرمات نتكلم عنها ده للاقتراض ده تباعة الاعمالات الورقية او سكة المعملات المعدنية دون موجود رصيد لها ده ولا لتضييق الامني والعسكري على مساحة الحريات المدنية ده بالنسبة المحرمات قبل انتكلم عن كيف نبني الموضع ايه اقصادنا الوطني بعد خاصة اما نخرج تتعافى الدول تخرج مما هي فيه مما شاك كيف نبني الاقتصاد بالطريقة البلدي او بسجد في قاعدتين انا حطيتهم عندكم اول واحدة اننا بنعمل سوق وطني مفتوح فيناك سوق دولي مفتوح معمول عن طريق البنك الدولي معمول عن طريق اللي هو صندوق الدولي اللي هو بتغول داخل اقتصاد اي دولة فقيرة احنا عايزين نهضف ونعمل امامه قاعدة سياسة السوق الوطني المفتوح عشان تحافظ على المنتج المحلي دين امرا واحد دين امرا بنشجع ونزود ونبني الصناعات المجتمعية المتوازية والمتزمنة والمتلخلة ومركبة في نفس الوقت يعني في عندنا صناعات احنا بنعملها بأيدينا ان شاء الله تكون صناعات بدائية وفي نفس الوقت سوق الوطن المفتوح عشان ما شوف انت شوف انت مثلا الصورتين عندنا موجودين هنا في الصورة في ده حقول امح بسم الله ما شاء الله اسمه الدهب الاصفر وهو بينتج بعد كده بتحول للغيف الخبز شايفين الشاب اللي تحت هنا في الصورة الاخرى وهو بيدفع بالعربة اللي هو بيدفعها دي اللي عليها الخبز اللي كان اصلا بذرة امح او بذرة درة فيه ما قبل القاعدة الاولى على اساس على قاعدة سياسة السوق الوطني المفتوح والقائمة على اساس ايه هو بقى سوق الوطني المفتوح ايه هو بناء استراتيجية دائمة بناء استراتيجية دائمة لتشجيع دعم وحماية المنتج الوطني بناء استراتيجية دائمة لتشجيع ودعم وحماية المنتج الوطني دي نمرة واحدة ازاي ازاي ازاي? اول حاجة ندفع بحركة وتنقلات السلع بين المحافظات الموضوع في بعض الدول بتمنع خروج السلع من محافظة لمحافظة الا بموافقة امنية انا مش محتاجين لده نحن عايزين نعمل في حرية حركة وتنقلات السلع السلع بين الموضوع والمحافظات نمرة واحد نمرة اتنين خفض الدرائب على السلع الاساسية المنتجة محليا او إلغاءها في بعض الاحيان نمرة ثلاثة خفض الدرائب او إلغاءها على السلع المنتجة والمصدرة للخارج نمرة ثلاثة نمرة ازياد الدرائب على السلع الاجنبية المستوردة انا باحمي السلوء المحلي بتاعي زي احميه اللي محط الدرائب عالية على السلع المستوردة نمرة خمسة وجود فطرة سماح لمدة تالي السنوات لمين؟ للشركات والشركات والورش والمصانع لحديثة النشأة بديها فطرة السماح علشان تتعافى وتقف على رجلها نمرة ستة اللي هو دعم وتشجيع من المدارات الشبابية واعفاءها من الضرائب ايضا هي كمان نمرة ستة او سبعة اللي هو نشرة ثقافة انشاء السوق الشعبي الوطني اللي هو عندنا سبع نقاط لحماية ايه الاقتصاد الوطني وجعله مفتوح على مصرعيه لابناء الوطن سبع نقاط دول بناء على استراتيجية تشجيع ودعم وحماية المنتج المحلي تشجيع ودعم وحماية المنتج المحلي ده بالنسبة لقاعدة الاول القاعدة التانية في بناء الاقتصاد الوطني مبنية على اساس ايه ان فيه صناعات متوازية مع الصناعة الاساسية صناعة متزمنة ومتوازنة مع الصناعة الاساسية يعني مثلا تعرفها هي الصناعات الجانبية اللي تنشئ لخدمة احدى صناعات الاساسية التي يحتاجBaّي المجتمع كما هو المثال في صناعة غيف الخبز صناعة منتجات اللحوم صناعة منتجات الالبان وغيرهم من الصناعات الأخرى يعني دي احنا بنعملها كصناعة أساسية لكن بتخدمها صناعات جانبية متوازية أو متزامنة أخرى لما احنا ذكرنا قبل كده هو رغيف الخبز اللي أنا حوريكم الحقل بتاعه قبل كده هو اللي موجود هنا هو في الأول خالص لا مش هنا هو ده سوريا أنا أدي إزاي هتوصل البذرة من بذرة إلى رغيف يدباع يوصل المحل فيه بقى بتحصل أبحاث والفلاحين والمياه والزراعة والحصاد والدريس وبعدين التحين وبعدين التوزيع وبعدين الزهاب إلى المطاحن ومن المطاحن إلى اللي هو أماكن المخابز ومن المخابز إلى الدكاكين والدكاكين المستهلكين شوف مسجد الصناعة يمكن في 11-12 صناعة متوازية أما بالنسبة للمسألة اللي أنا حضر لابه النهاردة والذي هو دخل فيه 18 صناعة اللي هو صناعة صناعة اللي هو المسالخ المسالخ والمذابح هنجد صناعة المسائخ والمذابح عشان اللحوم والأشياء دي كلها بتمر بأول حاجة لأبحاث العلمية لتربية الحيوانات تاني حاجة إنشاء مزرعة تربية الحيوانات تأتي حاجة علاف اللازمة لتربية الحيوانات تابقوا بتأيستتبعها من الصناعة الزراعية رابع حاجة اللي هو صناعة الرعاة الطبيعة للحيوانات لما ادكت الأطباء الباتاريين خمس حاجة لصناعة وبيع وشراء الحيوانات سالس حاجة نقل الحيوانات للمذابح والسلخنات سابع حاجة صناعة بناء المذابح يعني حتى بناء المذابح دي صناعة نفسها والسلخنات ثمن حاجة صناعة وتدريب وتأهيل القصابين لابد نعلم القصابين دول كلهم تسع حاجة اللي هو صناعة الأدوات اللازمة للدبح والسلخ عشر حاجة صناعة الاستفادة بمقايا وفضلات الحيوانات نفسها حداشر دباغة الجلود اتناشر تبريد اللحوم وتخزنها تلاتاشر نقل اللحوم المدبوحة أو المجمدة اربعتاشر بيع اللحوم خمستاشر تعليب اللحوم وتحولها لمنتجات غذائية أخرى زي اللانشون وزي الباسترمة وزي السجوء خمستاشر اللي هو الفلاحة والزراعة اللازمة المحافظة على الصروة الحيوانية سبعتاشر للعمالة اليدوية اللي بيشير اللي بيحطه اللي بينادي وبعدين بعد كده أسواق اللحوم شوف انا اتكلمت على تمنتاشر صناعة متوازية بالإضافة إلى المسالخ نعم نتكلم عنها دي كلها يبقى دي صناعات متوازية متزمنة مركبة مع بعضها البعض دي متمثل عشرات الآلاف أو مئات الآلاف أو الماليين من العمالة اللي موجودة داخل الوطن لما انتم شايفين في الصورة للمدابغ وده صورة الجلود للأبقار والحيوانات الأخرى لابن نتبر الصراعات اللي المنتوازية احنا قلنا السوق المفتوح عشان يدعم المنتج المحلي ويحميه ويشجعه والتانية اللي هو الصناعات المتوازية أما حينما نعتمد على الصراعات اللحوم من الخارج مش حن لاحنا قلنا بقى مش حن مش حنصنع اللي هو الصراعات دي والحاجات دي كلها لما منعتمد على الصراعات اللحوم من الخارج فستختفي كثير من هذه الصناعات على الأقل اللي ما يكون نصفها أو تلتنها قبلك وستقل أعداد العمال اللي العاملة في كافة هذه المجالات وذلك تحت وازع وده خطأ وازع وده خطأ التكلفة يقول لك يا ابنان بستورتها من بره يبقى أرخص لأيه أغلى وازع التكلفة وهذا فيه مخاطئ اللي بناء الاقتصاد فإن فعلنا هذا فنحن نبني اقتصاد الدول المصدرة لللحوم إلينا ونوقف أو نهدم عملية بناء اقتصادنا الوطن يعني بناء عملية الاقتصاد الوطن ده استثمار طويل مدى دي المرة واحدة أما صناعات المذابح والملابس والمنتقات الغذائية والأثاس والسجاد والغزل والنسيج مواد البناء الأدوية المستدرات الطبية وغير ذلك منصناعات مجتمعية متدخلة مركبة فهم هذه الصناعات المتوازية مع بعضها البعض الذين سيوفرون فرصا وظيفية كثيرة لأبناء الوطن ويساعدون في بناء الاقتصاد الذين الرسمي والغير الرسمي داخل الدول يعني شوفوا الدقيقة اللي عملية متسابكة متربطة دي بس تابد نحن نكون عندنا شخصية تستطيع أنها تحمي المنتج المحلي وتستثمر في المنتج المحلي وتطور المنتج المحلي دي بالنسبة كيف نبني بمنطقة البساطة هذه الأشياء لكم انتم يا شباب في بعض الإرشادات العامة لنا كتبتها علشان يعني بردك حطتها التكرار بيعلم الشطار يعني يكون في الإرشادات دي نحن هفمخنا أن نحن بنبني اقتصاد الفرض وكذلك وكذلك بنبني اقتصاد اللي هو المهني يعني احنا بنتكلم عن المنطقة العربية دي قبل مئة سنة كانوا أغلب الحرف اللي موجودة ايه اما مدرس او صياد سمك او مزارع او تاجر او شيخ اماما في مسجد او راعي غنم او راعي او واحد بيستطلق له من البحر الى اخير حاجات دي اقامت حياة على ظهر هذه المجتمعات لمدة مئات اللي ممكن الاف السنين يبقى الاقتصاد على المستوى المهني الحرفي الفرض الفرض بلك لابد نحن نستثمر في الحرفيات لما تلاتها تدوير رؤوس الاموال عن طريق الاسواق الشعبية لابد نكثر من اسواق الشعبية اللي بتوفر العمالة البسيطة وبتساعد عن نمو رؤوس الاموال البسيطة وتحقيق دخل معتبر لهؤلاء الناس عشان يبتلوا يعيشوا حياة كريمة داخل المجتمعات نمو الاربعة بتزود الاياد العاملة محدش يجي يقولك انا عايز انا اخاف عدد العمال الشغالين في الحكومة من عشرة مليون لاتنين مليون كده يعني بأمرت ايه من غير دراسة من غير معرفة من غير من غير يعني العشرة مليون دول ووراهم كمان ووراهم يمكن خمسين مليون بيستفيدوا من العمالة بتاعتهم او من الدخل بتاعهم اللي بنقود في الوطن الى اخر ودي كلها قراءات الى اخره ده بالنسبة لنا حرام اللي عايز يبيع بلده واللي عايز يبيع كان فيه عندنا اغنية بتقول عوات باع ارضه يا ولاد شوفوا طوله وعرضه يا ولاد يا ولاد غنون يا ولاد على عرضه طوله لانه باع ارضه وراجل تلا في الاخر ما باعش ارضه وما نتكلم عن حاجة كده اللي بيقترد بيغرق الدولة والوطن والشعب في ديون قد لا تستطيع ان تستطيع الاجيال لمكسب شخصي او لخطة ما حدش حد يعرفها فبالنسبة للقرض والاقراض والاختراض ده هم اصحاب القرود بيحافظوا على سياساتهم وبيضمنوا ارجاع مثل هذه القرود ب الممتلكات ومقدرات وثروات الشعوب الفقيرة ده ما حدث في افريقيا واتنهبت ثرواتهم كلها نمرة ستة في الارشادات عدم بيع اي اصل من الاصول وممتلكات الوطن نمرة سبعة لما تحصل في عندنا بعض الصناعات بتخسر ما نقفلهاش ما نهدهاش عدم اغلاق او هدم المصانع والشركات الوطنية بل علاجها من خلال تفعيل لتقاطل عاملين اعادة تأهلهم اعادة هيكات هذه المؤسسات نمرة ثمانية تفعيل قدرات وكفاءات المواطنين وانتمائهم من الوطن محدش هيكون منتج داخل وطن في اي مؤسسة من مؤسسات دولة او مؤسسات الوطن الا مكونهم منتمي الى هذا الوطن ويحب وطنه نمرة تسعة ما يكونش عندنا قراراتنا المصرية اننا بناخدها بطريقة عشوائية عن تارية يعني السيد الملك ولا السيد الرئيس ولا السيد الأمير ولا السيد مش عارف ايه او السيدة كذا خلوا قرار ويحش عاش الملك مات الملك ده كل كلام فارغ كل كلام فارغ عالم انتخاذ قرارات مصرية دون مشورة المجالس النيابية نمرة عشرة لابد ان نتبع المعايير الشفافية والمحاسبية مع ابناء الوطن ومؤسساته زي ما انتم شايفين هنا ده احد اسواق الشعبية اللي موجودة اعتقد في المدينة المنورة نمرة عشرة تشجيع المنتج المحلي ودعمه وحميته لابد يكون عندي منتج محلي لابد يكون عندي منتج محلي في كافة الاشياء اللي انا مستلزماتي الاكل والشرب واللبس والدوى الى اخير لابد ان انا في الارشادات العامة الاهتمام بكافة انواع التعليم خاصة التعليم المهني والحالف لابد الاستثمار في منظومة اعتقد التدوير يعني اللي هو بنسميه بلانجيز تدوير دي لابد نحن نستثمر فيها لابد يكون في حرية في نقل السلع ما بين المحافظات والمدوم والقرى الى اخيرة بس تاشر لابد ان نشجع المبادرات الشعبية والمشاريع ومتنائية الصغر لصغار رجال الاعمال ونساء الاعمال والاخيرة فستاشر فرضوا رسوم وضراب على السياة وعلى المستورات كل هذه الارشريات العامة مهمة جدا بالنسبة لنا نحن 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 17 عدم الاعتماد بالدرجة الاولى على المدخيل السلاكية والغير ثابت السياحة مدخل غير ثابت وده حصل كثير جدا في دول كثير لما بتحصل فيه شيء زي الكورونا أو بيحصل فيه شيء زي التفجيرات الارهابية سواء كان بتقف بتشل حركة السياحة وبتبتلي الدول اللي هي بترسل ابنائها للسياحة في هذي الدول تمنع وصول هؤلاء الابناء لهادي الدول وكذلك تمنع التران لها فدي دخول غير ثابتة غير مستقرة أنا ما عندي مشكلة انها تكون موجودة في الخطة وفي الميزانية بتاع الدولة لكن لما تكونش هي الأساس لا تكون الأساس تكون أحد مكونات المصادر الدخل وليس المكون الأساسي للدخل استراد السلع الاسترلاكية زي ما احنا شايفين أيضا يكون نستورد السلع لأن استراد السلع دي يجعلنا ننفق من احتياط الاستراتيجي للنقض الأجنبي فلابد لا نستورد الاستراد السلع اللي احنا بنحتاجها نمو 18 في المحاذير والإشارات العامة اللي هو المشاريع اللي احنا بنبنيها ومش محتاجين لها مشاريع غير منتجة يعني فينا بعض الناس بيبنوا أماكن كبيرة جدا المهرجانات وبينظموا لقاءات لمؤتمرات دولية مهرجانات دولية بيبنوا مدن الناس مش عايزاها بيدخلوا وسائل المواصلات جيدة جدا 80% من الشعب مش حيستعملوها بيبنوا اللي هم النصب التسكرية كبيرة أعلى برج أعلى مش عارف بعمارة أعلى مش عارف تمثال أعلى شجرة إلى آخره إلى آخره كل هذه الأشياء تعتبر هي إرهاق الميزانية الوطنية التي نحن لن نعود بأي عائد على الإنتاج المحلي وعلى المواطن نفسه دي بأي عائد ببعض أنت كلمت عن المحرمات كلمت عن التعريف التعريف الأول أولا كلمت عن هذه الهدف من شيء زي كنا متكلم فيه ببعض أنت كلمت عن المحرمات في العمل الاقتصادي ببعض أنت كلمت عن كيف نبني الإقتصاب بتاعنا على قاعدتين قاعدة تشجيع المنتج المحلي والقاعدة الأخرى للصناعات المتوازية المركبة المتزمنة وبعض أن في الآخر رشادات عامة وبعض أن لوقت سننهي بأننا سنخش على الخاتمة والرسالة الخاتمة والرسالة بتاعتنا ببني على ثلاث أشياء مسلمات دي نمرة واحد محرمات دمرة اثنين ورسالة إلى الشباب مسلمات ومحرمات ورسالة إلى الشباب أما المسلمات فهي اللي ما حقول نتكلم عنها ودي مسلمات تعتبر من المعروف من الدين بالضرورة وزي أبجديات الإمام بالله سبحانه أول حاجة دعونا نعلن أنه لا يوجد مجتمع فقير على وجه المعمور اللي يقول لك غير كده كداب ومنافق لا يوجد هناك مجتمع فقير فوق ظهر هذه المعمور إن كل المجتمعات التي خلقها الله سبحانه وتعالى قد قدر لها أقواتها الكافية لها لآلاف من الملايين السنين القادمة وأن هذه المقدرات تقبع 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 تحت أقدام شعوب هذه المجتمعات وأن من ينكر وجودها خائن كاذب مخاجع منافق لو أحنا بنبص كيف اكتشفنا البترول والغاز والمعادل الأخرى ده الدهب إلى آخره أو الفد إلى آخره هنجد إنها في أعماق لا تمثل العمق الحقيقي للقشة الأرضية أو لسمك الأرض نفسه فما بالك لو إحنا استطعنا إن إحنا بالتكنولوجيا الحديثة نصل لكل أعماق الأرض اللي إحنا عايشين عليها أنا أتكلم منتال بساطة عشان السامع العادي يؤمن إن ربنا ما خلقوش سدى إنما إن يريد أن يقنع أبناء وطنه لمسلمات مسلمات أنهم فقراء فهو أو هي كافرون بوجود خالق سبحانه وتعالى يرزق الأرزاق ويهبها لكل مخلوق خالقه في سورة هود نمرة 6 الآية 6 وما من دابة في الأرض ما من دابة نعلمها أو لا نعلمها إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستقرها ومستودعها ومستودعها كلهم في كتاب ما فيش دودة دي ما نشوف كلا حتى الدودة تصلى عمياء في الصخرة الصماء داخل الصخرة الصماء في اللهية الضلماء يصلها رزقها دون عناء برحمة من الله وفضل وسخاء وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلا فيه كتاب مبين حتى الدودة تصلى عمياء في الصخرة الصماء في اللهية الضلماء يصلها رزقها دون عناء برحمة من الله وفضل وسخاء دي مسلمات دي مسلمات دي مسلمات إن الخالق لم يخلقنا لنجوع لنمرض نعذب بل خلقنا لكي نصبح خلفاء له مستخلفين في بناء أركان الحياة لنسعد بها كافة الخلائق نسعد بها كافة الخلائق وليس فقط وليس فقط وليس فقط البشر نفسهم فيحيوا حياة كريمة في فسيح ملكي مسبحين بحمده دي قاعدة الأسية من المسلمات من قال لكم سواء كان سلطته ماذا فهو كاذب مقادع جاهل منافق كافر بالله سبحانه وتعالى ومقدرته التي قدرها عليه الفرق ما بين شعب فقير وشعب غني إن الشعب الغني بيكتهد لإكتشاف المقدرات بتاعته الشعب الفقير كسؤول فقط لكن كلا هما عندهم المقدرات التي قدرها الله لهم سبحانه وتعالى ده بالنسبة بالنسبة للمسلمات أما المحرمات أنا تكلمت عنها قبل كده هو هتكلم عنها مرة تانية سمعوني يا شباب والسرسالة دي لكم لا ولن يبني لا ولن يبني الاقتصاد بضربة حز بقال لك يا عم البلية بتلعب كلام فارغ لا ولن يبني الاقتصاد بضربة حز قرارات عشوائية غير مدروسة لفرد أهواج أهواج جاهل بيع الأوطان ومقدراتها مش هتبني أبداً اقتصاد الاعتماد على القنود والمنح مش هبني اقتصاد فرض الدراب العشوائية الباهزة على كل المنتجات والإيجارات السكنية والأراضي ومتلكات كل ده مش هبني اقتصاد مش هبني اقتصاد نمتنين ولا ولن يبني الاقتصاد إلا في ظل الحريات الظلم والبطش والتكميم والتضيق الحريات وتخويف وترويع الأمنين لن يبني اقتصاد لا ولن يبني الاقتصاد إلا في ظل الحريات المدنية للمواطنين ولاسى التضيقات العسكرية والأمنية على على أمن وأمانة المواطنين لأن هذه التضيقات سوف تؤدي عاجلاً أو آجلاً إلى بيع الأوطان كما نراها في كثير من الأماكن ولا يقوم بهذا الفعل إنسان وطني شريف والتاني دي لا ولن يبني الاقتصاد إلا في ظل الحريات المدنية للمواطنين ولاسى التضيقات العسكرية والأمنية على أمن وأمانة المواطنين لأن هذه التضيقات سوف تؤدي عاجلاً أو آجلاً إلى بيع الأوطان ولا يقوم بهذا العمل إنسان وطني شريف دي النمر أثنين في المحرمات نمر ثلاثة لا ولن ولن يبنى الاقتصاد بإيه بقى بالخداع الكلامي نقطة فزورة كلمة كده ما حدش يفهمها لا ولن يبنى الاقتصاد بالخداع الكلامي المعصول اللفظي الوعود المطاطة المبادرات التي لا جدوى لها وهذه مرة أخرى لا ولن يبنى الاقتصاد بالخداع الكلامي المعصول اللفظي الوعود المطاطة المبادرات التي لا جدوى لها وإن من يقومون بهذا لا ينتمون للأوطان بل هم خوان لا ينتمون إلا لأنفسهم دعونا نعلن عليكم من خلال التجربة والتجارب أن ما يحدث في الكثير من بلاد المشرق ليس بناء اقتصاد بل سرقت مخدرات ونهب بثروات تمزيق مجتمعات واضح المحرمات واضح المحرمات واضح المحرمات ده بالنسبة للنقطة التانية في الخاتمة والرسالة أما النقطة التالتة النقطة الأولية اللي هي المسلمات لكم يا شباب النقطة التانية المحرمات لكم يا شباب النقطة التالتة رسالة لكم يا شباب كل هذا لكم يا شباب اللهم ما بلغت أما النقطة التالتة إن رسالة بناء الاقتصاد الوطني الحر هي رسالة بناء الحياة الحرة الكريمة رسالة بناء الاقتصاد الوطن الحر هي رسالة بناء الحياة الحرة الكريمة التي لا يقدر على القيام بها إلا المؤمنين من المواطنين المخلصين المتخصصين والخابرين في كافة بناءات الحياة الاقتصادية الأفراد الأواطن أنا قلت في الأول أن أنا أتكلم كلام بسيط لعمة الناس أما ما نخش في البناءات الاقتصادية الكبرى بعد أن نتعافى من المرحلة الأولى ما بعد الثورات اللي هو المواجهات والمصادمات فإن رسالة بناء الاقتصاد تكون لبقى هي رسالة بناء الحياة الحرة الكريمة ولا يقدر على بناءها إلا المؤمنين من مين المواطنين المخلصين المتخصصين والخابرين في كافة بناءات الحياة الاقتصادية للأفراد والأوطن ده لكم يا شباب إن بناء الاقتصاد الوطني مرة أخرى منظومة استراتيجية استثمارية مركبة معقدة متشابكة وتوجهة الأمن وليست مكسب في صفقة تجارية تجارية فقط وسوف يبنيه من أبناء الوطن المؤمنين بالرسالة الحياة فعالية كل ابن من أبنائه وكل بنته من بناته والمحافظين على مقدرات المجتمعات لتستفيد من الأجياء ولا يبعونها بالتمم بخص من أجل مصالح شخصية إن ابناء الاقتصاد الوطني منظومة استراتيجية استثمارية مركبة معقدة متشابكة تولية الأمن وليست مكسب في صفقة تجارية فقط وسوف يبنيه أبناء الوطن المؤمنين برسالة الحياة فعالية كل ابن من أبنائه وبناته المحافظين على مقدرات المجتمعات لتستفيد منها الأجياء فعليكم أيها الشباب المخلص الواعي أن تدركوا أن المؤمنين المخلصين منكم منكم هم فقط هم فقط الذين سيصبحون قادرين على بناء اقتصاد الأوطان وإن شاء الله سوف نكرر هذا اللقاء يوم الجمعة الساعة ستة بتوقيت لندن اللغة الإنجليزية وساعة تسعة بتوقيت مكة باللغة الإنجليزية أيضا On Friday إن شاء الله I will repeat this talk in English 6 o'clock London time and 9 o'clock Mecca time Thank you very much for everyone and God bless you May Allah bless you وغزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله بركاته وعرائكم في سبوة القادمة في رقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله بركاته